نفذت مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة يأتي ذلك استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة لشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة كثفت القوات الجوية المصرية طلاعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العجلة على شمال قطاع غزة وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلاعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصيدة للطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة